سعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يامين نتنياهو إلى بلورة اتفاق لوقف إطلاق النار قصير المدى في ظل استبعاد إسرائيل التوصل إلى اتفاق ثابت وذلك بسبب اتساع هوة الخلافات بين الطرفين وبذل نتنياهو جهوداً لإقناع وزراء مجلسه الأمن المصغر بالمصادقة على الاقتراح الإسرائيلي في محاولة لاستباق انتهاء موعد الاثنتين والسبعين ساعة للتهدئة لضمان تحقيق الهدوء يجب ضمان تسوية سياسية شاملة فلا يمكن حل مشكلة غزة فقط مقابل حماس هذا خطأ كررناه أربع مرات خلال السنوات الثماني الأخيرة الجيش الإسرائيلي استغل فترة التهدئة ليكثف نشاطه في كشف الأنفاق على طول الحدود مع غزة وتدميرها قبل أي تصعيد وفي عقاب المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق بإخفاقات الجيش في كل ما يتعلق بالأنفاق أقرت لجنة برلمانية أكثر من مليار دولار لزيادة ميزانيته وتزويده بآليات متطورة ومجسات لكشف الأنفاق وأبقى الجيش وحداته على أهبة الاستعداد لاحتمال تصعيد مفاجئ وزير الدفاع موشي علون صعد تهديداته لحماس في حال استأنفت إطلاق الصواريخ وفي زيارته إلى القاعدة العسكرية البحرية في أجدود هدد برد قاسم وادعى أن البنى التحتية لحماس ومختلف التنظيمات في غزة تعرضت لضربات قاسية جدا عند منتصف ليلة الأربعاء لا ندري ما قد يحصل وإذا توصلنا إلى تفاهمات قد تندل عن نيران من جديد وننفذ عمليات قصف جديدة وهم يحاولون تنفيذ عمليات وبدأت إسرائيل تقديم أسرى حماس خلال عملية الجرف الصامد إلى المحاكمة في محاولة لاستخدام إفادات بعضهم في لائحة الدفاع المتوقع أن تعدها كبديل من تقرير لجنة التحقيق الدولية ضد جرائمها في غزة بغض النظر عن نجاح أو فشل المحادثات وتبعاتها فقد سجل الجيش الإسرائيلي مكسبا جديدا من عدوانه على غزة بزيادة ميزانيته لتصل إلى رقم قياسي جديد وتبدو معركته تجاه وزارة المالية أصعب من مواجهته التحقيقات الدولية أو حتى القتال تجاه حماس أماليش حادي من مدينة حيفا